مش صحيح انه ادوات الزكاة الاصطناعية اللي صاروا جزء من حياتنا اليومية واهمهم للتشات جي بي تي رح يلغوا كتير وظائف انما الاصح انه نقول رح يحلوا محل موظف وبالتالي اذا كل واحد منا بالدوماني اللي عم يشتغل فيه معارف كيف يستفيد من الزكاة الاصطناعية بالاغلب رح يخسر شغله فيديو اليوم جايب لكم فيه فكرة حتى تأكد كيفية نتطور بشغلنا باستعمال الزكاة الاصطناعية او كيفينا نعمل شغل مسئلة لقلنا بدون ما يكون عنا خبرة فيه اكيد في كتار منكم سامع بالافلييت ماركتينج او بالعربي يلي هو التسويق بالعمولة يلي هو عبارة عن انه نحنا ناخد بروداكت معين ونسوق له بدون ما يكون لقلنا ومناخد عمولة على كل مرة بين بيع هيدا البروداكت بواسطنا اليوم رح نتعلم كيفينا ان ننضم لواحد من اكبر البلاتفورمز الخاصة بالافلييت بروغرامز كيفينا نعمل محتوى تسويقي ومنحول الفيديو من دون ما نستعمل صوتنا او وجنا وكيفينا نسوق له لهيدا البروداكت خليكن معي لالاخر حتى تعرفوا الطريقة وما تنسوا تدعمونا بلايك وسبسكرايب اول شي نحنا بدنا نروح ندور على بلاتفورم للافلييت ماركتينج انا جايب لكم واحد من اهم البروغرامز للافلييت ماركتينج نحنا بالعادة منستعمله بغير طريقة يلي هو للشوبينج يلي هو علي اكسبرس بس بالناحية التانية نحنا علي اكسبرس فينا ننضم لبروغرام او برنامج التسويق بالعمولة فنحنا فينا نروح نسوق للمنتجات يلي هي بي علي اكسبرس ومناخد عليها عمولة منروح اول شي على شي اسمه بورتلز دوت عالي اكسبرس دوت كوم رح خليكن يوها اكيد دسكريبشن كل الوابسات يلي رح نستعملون على بورتلز دات عالي اكسبرس دوت كوم نسجل معلوماتنا يعني نحنا اسمنا والايميل وكل هيدا الامور مبدئيا بين اليوم واليومين بيردوا علينا جواب ما بيطلبوا كتير معلومات مننا بس معلومات اساسية وين رح نحنا نعمل هيدا الدعاية للمنتج انا مبدئيا 24 ساعة وفق اولي بس يبقى اولكم تجاوى على نفس على نفس الصفحة وبيطلع عندكم شي اسمه هون اذا شايفين اد سنتر هلا كمان الحلو بعلي اكسبرس انه بيدعم اللغة العربية فهون فيكون كمان التقلبات اللي ما بحب يشتغل بالانجليش ففي يشتغل باللغة العربية على الاد سنتر بيطلع لي كل انواع المنتجات اللي انا بديها انا هون فيني روح دور على نوع منتج يمكن انا بحب سوق له او انا بحب اشتغل في اي شي فانا بروح بنقي حيالله شي من هاو دي او فيني روح اعمل مسلا كل شي خاصه بالهيلث اند فتنس هو مبدئيا اكتر شي بيطلع ارباح بيوتي اند هيلث كمان نفس الشي هادي الامور كتير بتطلع مصاري ومطلوبة فانا بروح بنقي اي منتج بروح بدور عليه خلينا نقول بيوتي اند هيلث لانا اعتبر وبقول من وين لوين خلي مسلا نقول رحي رح يوصل بنصين خلينا نقول هون بنصين وخلينا نقول على امريكا يلي هي يونيتد ستيتس يلي بدي يشتغل بالانجليش اكيد اه الافضل يروح لميلة امريكا وكندا لانه هي اكيد فيها كتير شو بينج اه عبر علي اكسبرس فهون بروح بقل له يونيتد ستيتس اوكي مسلا اذا بدي فيني قل له فريشيبينج وبروح بقل له سبميت رح يروح يشوفيني كل شي خاصه بالبيوت اند هيلث من شاينا اليونيتد ستيتس بفريشيبينج رح ركز انا على شغلتان كتير مهمين اول شغلي قداشت حجم المبيعات مثلا هيدا هيدا المنتج من بقى خمسة تلاف وتسعمية واربعين مرة يعني رقمه كتير علي وزيادة عن هيك بدي شوف قداش انا بدي اخد اه عمولي مثلا هيدا سبعة وسبعين سنت مش كتير علي فيني روح على غيره يلي هو بيكون دولار او دولارين مثلو انا شايفين في كتير صفحات مسلا هيدا دولار ونصف مبيعاته الفين وثلاثمية وتساطاش هيدا مسلا يعتبر منتج كتير ناجح الايكس عليه كتار الريد تبعه عالي المبيعات عالية ومبدئيا العمولي تبعنا منيحة فانا عندي خطوطين اعملون اول شغلي بدي روح اكتب بوصف عن هيدا المنتج وصف لحتى انا سوق وهيدا التسويق بدي حاوله لكلام مع فيديو راح نشوف كيف راح نعمل كل هيدا الشيء بالخطوات اللاحقة اوكي راح اخد اول شي اسمه لهيدا البروداكت اوكي هيدا هو البروداكت بياخده متل ما هو وبروح على بقال له هون مسلا اوكي فمتل ما انا شايفين بلش يكتب مقال تسويقي عن هيدا البروداكت اذا حسيتوا انه مش كتير كبير المقال فيني اطلب منه تفاصيل اضافية هلا راح نشوف كيف راح نطلب منه تفاصيل اضافية اوكي متل ما انا شايفين هالقد صاروا خليني يقل له بس هون يعني تفاصيل اضافية اوكي راح يكفي كتيبة عن نفس المنتج اوكي هادي اول خطوة انا صار عندي المقال التسويقي لهيدا البروداكت هلا بدي شوف كيف بدي حوله لهيدا المقال لحتى يكون في حدا عم يعمل يعني يحكي هيدا الحكية اللي نحنا اخدنا من تشاة جي بيتي وكيف راح نصوره بفيديو اوكي راح روح ااخد مش راح ااخده كله لانه طويل كتير اكيد خلان اخد مسلا لنعتبر هيدا هو المقال باخد انا اكيد المقال كله بروح على شي اسمه دي تاش اي دي هيدا بلاتفورم كمان مش مجانة فيكن تستعملوا التيمب ميل دوت ايميل متل ما كل مرة بقلكن تحت تسجلوا اكتر من مرة وكل مرة بيطلع لكم تقريبا بتعملوا خمسة الى ستة فيديو بروح على دي داش اي دي بسجل دغري بسجل ما بيطلب مني ولا اي شي بياخدني على هيدا الصفحة بروح بقل له انا كرييت فيديو اوكي راح يقل لي باسم اي شخص ازا بدي شاب بترك شاب ازا بدي بنت بخلي بنت انا شو بدي خلينا نعتبر مثلا هيدا الشاب وبحط له لسكريبت هون الزيادة على هيك في ازا انا مسجل الصوت لانا اعتبر بميرف او باي محل تاني فيني بس اخد الفيديو من هون وركب عليه الصوت فبروح هون بقل له اوديو بروح بعمل ابلود للاوديو ازا انا عندي الصوت ما بدي سجل الصوت بهيدا البرنامج فانا بروح بقل له ابلود الصوت من عندي ازا سكريبت بروح بقل له من هون هي اللغة الانجليش ازا حتى بيدعام اللغة العربية فينا نضيف اللغة العربية ازا بدنا ازا حطينا الشاب اكيدنا نحط صوت شاب هون خلينا نقول مثلا هيدا خلينا نجربو والطريقة خليها تكون اكسيتد انه هو محمس عم بي عم يسوي الهيدا المنتج خلينا نسمع كيف بي تلاه الصوت انتظر اي صوته للشاب اللي بدو يحكي وهيدا الشاب يلي رح يحكي مش بس هيك هلأ بس بدي اعمل له جنريت الفيديو رح يطلع الشاب عم يحكي الكلام يلي انا حطه كأنه هو شخص حقيقي عم بيطلع عم يحكي هيدا الكلام فبس خلص كل هود انا بروح بقل له هون جنريت فيديو اوك هلأ هنه 16 ثاني اكيد رح يكونوا اكتر فبقل له هون جنريت ورح نشوف كيف بيطلع الفيديو الشخص اللي عم يحكي اوكي عم يطلع للفيديو هون بالمبدأ ما بدو كتير وقت لحتى يطلع هلأ منشوف كيف فينا نشوفه هون قبل ما نعمل له دونلود وصير عنا اكيد رح يطلع ووتر مارك ومتل العادي مثل ما قدتلكم بكليب تشام فينا انشيله هلأ منشوف كيف بدنا نشيل الووتر مارك واكيد بدنا نضيف صور على هيدا الفيديو لحتى يصير الفيديو تسويئة بامتياز رح اضغط عليه لحتى اعمل له بلاي Looking for a high quality multi functional beauty device that can help you achieve clear and healthy skin? Look no further than the foreign one high frequency electrode wand with neon electrotherapy glass tube the ultimate home spa and facial therapy wand that can help you get the smooth and radiant skin you've always wanted Okay هذا هو الفيديو اكيد اذا الشخص ما عجبنا فينا نغير الشخص في اكثر من شخص في شباب في بنات في كتير اصوات نحنا فينا نجربه ويلي بيعجبنا من مشيه خلص الفيديو عنا منعمله دونلود اوكي نزل الفيديو عنا هلأ منروح على اوكي هلأ روح روح اضبط بالفيديو رح روح قال له create new video اوكي هدا هو الفيديو تابعي زدته هون متل ما انا شايفين الووتر مارك طالع هون متل العادي منقول منشيلها هيك منقل له اوكي بنرجع منزبطها على الاد منزبطها على اد الشاشة منكون شلنا الووتر مارك هيدي اول خطوة الخطوة الثانية بدي ارجع على البورتل اوكي اذا هيدا هو المنتج اللي اخدناه بروح بقال له ماشي طلع لكل الصور خاصة بهيدا المنتج فانا بروح بقال له دونلود اوكي صار عندي الصور انا لان احنا ما بيكف ان واحد بس عم يحكي بدنا نفرجيهم الصور لحتى يكون الماركتنج تابعنا اقوى واقوى اوكي فشو بروح بعمل انا هلأ خلينا بس نروح على دونلودز نحط نطلع الصور اوكي بيطلعوا هون بقال له اكستراكت اوكي طلعوا لي كل الصور رح اخدهم حطهم على الديسكتوب تيكون اهيان لنا وبلش هلأ بقل له هون هلأ بس عم بقول فورين وانا بروح بقطشه هون وباعد هيدا الفيديو هيك وبروح بجيب اوال صورة مثلا خالينا نقول هيدا اوكي بيخذها للصورة بحطة هون اوكي برجع بعيد نفس العملية كل ما احنا اخدنا اكيد مقطع كتير بسيط بس كل مرة انا بروح اه اه بين الحكي بروح بزيد الصور تحت تعزز انا الفيديو تابعي خلصهم كلهم خلصت الحكي وحطيت كل الصور اللي بدي اياهن وكل شي متل ما انا شايفين بس اذا نرجع شوية على البورتل اوكي اعطيونا هون اللينك الخاص فينا يعني عبر هيدا اللينك انا بدي طلع مصاري اوكي فبقل له جينريت سيرش كود اذا عندي سيرش كود اللي حتى بس يروح على علي اكس بريس بتعطوه هيدا الكود اوكي هلا هون بقل له كوبي اند برومو ليش بقل له كوبي اند برومو لحتى قدر طلع اللينك تابعي اوكي هلا طلعت كل هيدا انا كل يلي بهمني منه هو هيدا 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 هو اللينك يلي رح كل ما حدا يضغط على هيدا اللينك وروح يشتري عبر هيدا اللينك انا رح ااخد العمولة تابعي على هيدا المنتج هلا بناخده لهيدا اللينك ونروح على شي اسمه بتلي يلي هو بيعمل شورتنر لاللينك لحتى يصير اللينك اجمل اوكي منقله فور فري بس بكفي نسجل بالايميل اوكي بقل له كريت نيو لينك وبحط اللينك هون وبقل له كريت فراح يعطاني هيدا اللينك يلي هو الاقصر يعني اوكي بياخده لللينك وهلأ انا شو بعمل بروح على اليوتيوب بعمل اول شي اه ابلود للفيديو وبقلب الديسكريبشن برجع بكتب نفس الشي يلي كاتبه هون بس كل شوي بروح بحط يعني بين كل مسلا كل مقطعين بحط اللينك تبعي انه مثلا الحصول على هيدا المنتاج اه اضغط على الرابط التالي فبتضغط بتحطوها 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 بكل الديسكريبشن ثلاثة او اربع مرات لحتى اه تقدر العالم اه اه عبر هيدا اللينك تروح تشتري البروداكت وانتو يطلع لكم اه الكوميشن زيادة على هيك مش بس عبر اليوتيوب انتو فيكن تعملوا ماركتينج في محل كمان كتير مهم انو تعملوا عليه ماركتينج يلي كل مرة بنحكي عنه يلي هو كورا اوكي على كورا بتروحوا بتدوروا على هيدا البروداكت هلا ما بعرف اذا هيدا البروداكت يلي نحنا اه اشتغلنا عليه موجود بموجود على كورا لانو انا بشتغل مبدئيا على العربي على كورا على المناطق العربية اوكي خلينا نجرب بس نروح نشوفه الاكتروليك واند اوكي بروح بدور علي هون اوكي هلا متل ما نكون شايفين متل ما قلت لكم على العربي مش راح نلاقي هيدا المونتج بس انتو بتسجلوا اكيد بالانجليش بتحطوا المنطقة مثلا اذا عملتوا لايونايتد ستيتس فتروحوا بتحطوا على كورا لايونايتد ستيتس وعلى اساسها بصير بيطلع لكم هيدا البروداكت انا مبدئيا اكتر برووداكت بنصح فيهم يلي هني ايلكترونيكس او الاكسيسوريز تبع الايلكترونيكس يعني الكفر تبع التليفون البروتكشن هيدا الامور كتير مطلوبة انا بنصح فيهم خصوصا على يونايتد ستيتس مطلوبين كتير من علي اكسبرس فمتل ما شفتوا على علي اكسبرس بيقلكم قديش حجم المبيعات قديش الريت تبعه والريفيو وكمان بتشوفوا انتم على كل مرة بينباع لبروداكت عبركم قديش قدرين الطالين طلعوا عمولي فهيدي الخطوات بنعملها لمرة واحدة على كل المنتج وبعدين خلاص مننسيها بتصير هي عم تطلع لنا مصاري من دون اي مجهود بتمنى تكون هيدا الفكرة فايدتكم لليوم وما تنسوا تتركو لنا تعليقاتكم بالكومنتز تانتهounding تانتهbn قيدش испытوا وقت نحيج شكرا لكم موسيقى